عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس والتي عقدت عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي وفي بداية الجلسة ناقش المجلس المرسومة بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة والذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديث الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى وقرر المجلس الموافقة على المرسومة بقانون بعد ذلك بحث المجلس مشروع قانون بشأن الحدي من استهلاك مشروبات الطاقة والمتضمن توصية لجنة الخدمات برفض مشروع القانون من حيث المبدأ حيث يهدف المشروع بقانون إلى وضع القواعد القانونية المنظمة التي تساهم في الحد من زيادة استهلاك مشروبات الطاقة نظرا لما تخلفه من آثار ضارة على صحة الأفراد ثم ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المتضمن توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي يهدف إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد ترجمة نانسي قنقر